بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي الطلاب أهلا بكم في مكرر العلوم العامة معكم الدكتور راشد محمد راشد محمد هدف هذا المكرر تزويدك بالمفاهيم العلمية الأساسية المرتبطة بالفلك والكيمياء والفيزياء والأحياء أهداف المكرر الهدف الأول خاص باستعاب المفاهيم الكيميائية الأساسية وتدبيقتها العملية الهدف الثاني خاص باستعاب المفاهيم الفيزيائية الأساسية وتدبيقتها العملية الهدف الثالث خاص بالزواهر الفضائية وتفسيرها والهدف الرابع خاص ببنية الكائن الحي ووظائف أجهزته الحيوية موضوعات المكرر الموضوع الأول الكيمياء يتضمن بنية المادة وحدات القياس التفاعلات الكيميائية التركيب الزري الموضوع الثاني الفيزياء يتضمن الشغل والطاقة الموجات وأنواعها الطاقة وسورها الموضوع الثالث يتضمن المجموعة الشمسية أطوار القمر الكسوف والقسوف قوانين الحرقة في الفضاء الموضوع الرابع الأحياء يتضمن تصنيف الكائنات الحية الخلية النباتية والحيوانية أجهزة جسم الإنسان ووظائفها الفصل الأول الكيمياء أهداف الفصل تحليل بنية المادة ومكونتها حل المسائل الرياضية المرتبطة بكمية المادة المقرنة بين وحدات القياس المختلفة تطبيق البادئات في المواقف المختلفة المقرنة بين الأنواع المختلفة للمركبات الكيميائية نظريات التركيب الذري بالمادة الموضوع الأول المادة أهداف الموضوع تعريف كل من المادة والكيمياء الفرق بين العنصر المركب مع التمثيل مكونات الضرة والمقارنة بين هذه المكونات تفسير لماذا الضرة متعلقة هربيا الفرق بين العدد الزري وعدد الكتلة والنظائر ثم حل المسائل الرياضية المرتبطة بالعدد الزري وعدد الكتلة النشاط الأول أفكر أتعلم ما هي المادة وما هو الفرق بين العنصر والمركب ثلاث أسئلة تعريف المادة الفرق بين العنصر والمركب مفهوم المادة المادة شرطين كل ما له كتلة ويجغل حيز من الفرق فانقسم إلى نوعين عنصر ومركب مادة لعنصر ومادة لمركب العنصر يتكون من نوع واحد من الضرات مثال الاكسوجين أوتو الماغنيسيوم إمي جي الكربون سي المركب مادة ناتجة من الاتحاد عنصرين أو أكثر كيميائيا مثال ساني أكسوجين الكربون سي أو تو المية إتش تو أو النشاط الثاني أفكر أتعلم السؤال بما تفسر الزرة متعدلة كهربية بنية الزرة بنية الزرة الزرة أصغر جزء من العنصر يمكن أن يدخل في التفاعلات الكيميائية دون أن يقسم ويتضمن نواة وحوالها فراغ نواة وحواليها فراغ هذه النواة تتضمن نوعين من الجسيمات تحمل شحنة مجابة نيترونات وتحمل شحنة متعدلة حوالين هذه النواة توجد إلكترونات وتحمل شحنة سالبة كتلة الزرة مركزة في النواة كتلة الزرة كلها مركزة فين؟ في النواة شحنة الزرة متعدلة ليه؟ لأن عدد الإلكترونات السالبة الموجودة خارج النواة يساوي عدد البروتونات المجابة الموجودة داخل النواة يبقى أستندق أتعلم إن كتلة الزرة مركزة في النواة لأنها تحتوي على البروتونات والنيترونات لأنها تحتوي على مين؟ على البروتونات والنيترونات الزرة متعدلة كهربيا إن عدد الإلكترونات السالبة يساوي عدد البروتونات المجابة ملحوظة هام ما عاوز تأخذ بالك منها إن الزرة إذا فقدت إلكترون تتحول إلى أيون موجب مثال على ذلك زرة السوديوم فقدت إلكترون تحولت إيه؟ بأسمها أيون واسمها أيون موجب الزرة إذا اكتسبت إلكترون تحولت إلى أيون سالب يبقى الزرة عندما تفقد أو تكتسب إلكترون تتحول إلى أيون والآيون قد يكون موجب وقد يكون سالب موجب عندما تفقد الزرة إلكترون أو أقصر سالب عندما تكتسب الزرة إلكترون أو أقصر في نهاية هذا الموضوع لخص ما تعلمته من هذا الموضوع